ميدانياً كبد ضيران التحالف العربي والجيش الوطني ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وفي ظل تقهقر الانقلابيين تواصل قوات الشرعية تقدمها في عدد من الجبهات انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد يتكبدها الانقلابيون في حربهم الخاسرة ضد الشرعية في اليمن ففي إحصائية نشرها موقع الجيش اليمني أكدت مقتل أكثر من مائة مسلح من عناصر الميليشيات الحوثية خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية بغارات طيران التحالف العربي والمعارك العنيفة الدائرة بمحافظة الحديدة كما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية بمنطقة المغرس ونقل عن مصدر ميداني أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني وإصابة آخرين علاوة على تدبير طقم قتالي بالتزام نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في أطراف مديرية الجراحي تزامنت مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات أسفرت تلك المعارك عن مصرع ما لا يقل عن 30 عنصرا من الميليشيات وإصابة آخرين كما قتل أكثر من 60 عنصرا من الميليشيات الحوثية وأصيب العشرات بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي ومعارك عنيفة دارت شرقية مديرية حيس وبحسب موقع الجيش اليمني فإن المعارك اندلعت عقب هجوم للميليشيات الحوثية من مواقعها في جبل رأس على مواقع للجيش الوطني في الأطراف الشرقية للمديرية قير أن الأخيرة صدت الهجوم وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من أسر عدد من عناصر الميليشيات الحوثية واستعادة عدة أطقم قتالية وأسلحة وذخائر ويواصل الجيش اليمني والمقاومة بإسناد من التحالف العربي معركة تحرير الساحل الغربي حيث يتقدم حاليا باتجاه مديرية الجراحي ثالث مديريات محافظة الحديدة ترجمة نانسي قنقر